عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له اتكلمنا عن الجزئية الأولى من الحديث وتوقفنا عند قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر والعلم قالوا لأن إطالة السفر أو السفر عموما من أسباب إجابة الدعاء فإن المسافر إذا دع الله عز وجل فإن دعوته لا ترد لا سيما إذا أطال السفر لأنه يا أخوانا الإنسان المسافر دائما بيكون فيه نوع من الكسر لا سيما فيما يجد من تعب السفر والنبي عليه الصلاة والسلام قال والسفر قطعة من العذاب ومفارقة الأهل وغير ذلك من مصاعب السفر فالسفر يا أخوانا الإنسان يكتر من الدعاء في السفر أنه ذي من المواطن فيها الدعاء لا يرد فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال وذكر الرجل يطيل السفر يعني موجود سبب من أسباب إجابة الدعاء ثم قال أشعث أغبر أشعث يعني في شعره يعني شعره ما مسرح وده دائما حال الإنسان المسافر لا سيما في الأزمنة الأولى زمان الواحد لما يكون مسافر ما بيهتم بمظهره وتسريح شعره وكذا لأنه السفر صعب يا أخوانا بذلك زاد زمان حسن الأمور اتيسرت والحمد لله فكان زمان الواحد يكون أشعث والكلام ده ما زمان خالص قريبات قريب جدا قبل ما تجي البصات السياحية وكذا فكانوا الناس بيمروا بمثل هذه المناظر بتجي من مناطق من الشمالية ولا غيرها بيتكون مغبر وشارك ما مسرح الحمد لله سي الأمور اتيسرت الشغلة بيقت فيها بصات وكذا كويس؟ فقال أشعث يعني في رأسه أغبر يعني مغبر مليان غبار وده كل يا أخوانا من أسباب إجابة شنوه؟ من أسباب إجابة الدعاء أنه كل ما كان الإنسان مكسور وذليل كل ما كانت الإجابة أسرع أي من الله تبارك وتعالى أشعث أغبر ده سبب تاني من أسباب إجابة الدعاء يمد يديه إلى السماء وده سبب تالت من أسباب إجابة الدعاء إن الإنسان الداعي يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا صفر يعني شنوه؟ يعني فاضي فربنا بيستحي وذي من صفات الله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يديه إليه وسأله ربنا يستحي إنه يرد العبد إيدين وفاضيات يعني شيد دائره إنت الله بتضيق له فالإنسان يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث أنس لما جاءه الأعراب وهو عليه الصلاة والسلام يغطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك الزرع وضاع العيال قال فادعو الله أن يغيثنا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قال حتى بدى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام فقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا فنزل المطر ودفعو التوسل بدعاء الرجل الصالح فترفع إيديك لما تدعو الله تبارك وتعالى وفي قوله يمد إيديه يديه إلى السماء ده فيه إثبات أجدت النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربنا في السماء ولا ما كده ده حديث في صحيح مسلم لكن الصوفياء اللي يعرفهم بصحيح مسلم منه يقول لك الله ما في السماء وطيب ده رفع يدينا لمنه ده الزكر النبي صلى الله عليه وسلم والله رأيكم شنو في هذا الحديث ورونا رأيكم شنو لو قال الحديث ده ما صحيح كونوا تورطوا لأنه ده صحيح مسلم تبتقدر عليه ما بتقدر عليه لو قالوا صحيح طيب يمد يديه إلى السماء ليمنه إذا قلت لك لجبريل بقول لك قال يا ربي يا ربي إذا كان لجبريل يبقى ده مشرك مرة واحدة مشكدة وهل في دول بياب الجبريل عليه السلام ده الزكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هل ده بياب الجبريل أمد ده بيقول يا ربي وده توسل بالربوبية كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله مرتين كمان يا ربي يا ربي فده فيه وإثبات عقيدتنا مكان بطريقتك لكن بعدين بتتورط يوم القيامة لأنه نحن بينا ليك الله قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشو الوجوه بئس الشراب وساءت وساءت مرتفقا وربنا بيّن لينا لكن انت ضال ربنا قال إن علينا للهدى ربنا بيّن الهدى لكن انت ما دائر أنا بخاطب الصوفي ما دائر ما دائر الحق كما قال تعالى فأما ثموده فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لفس الشغل بتاع الجماعة دير ربنا بيّن لهم لكن استحبوا العمى على شنوه استحبوا العمى على الهدى ايه غالطك كويس مع ان الاحاديث واضحة وكلها واضحة وصريحة ما فيها شك من الطرايف قالوا واحد صوفي دار يخطب المنبر بعدين اظن في مرة برقة تلقى بعدين مولانا ذكر لي المصلين انه يساعدوني وكذا زي الحالة الموجودة في المساجد فهو طلع عامل فيها بيرود علينا الخطبة كلها انه الله ما في السماء ده موضوع الخطبة ولف ودور والوهابية وما الوهابية وعقيدة اليهود ما اليهود وعقيدة فرعون ما فرعون كلام الفارغة اللي بيقولوا ده لما الجنازل وصله قال لهم يا ناس في مرة برة داير مساعدة وكذا فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وذاته شوف علي الله شوف الورطة والله الناس زي الناس عجيبين خلاص هو ذاته القبال بيقول الله ما في السماء قال يرحمكم من في السماء اه من في السماء دامنه اذا قلت جبريل هان احنا راجي الرحمة من جبريل التمجنوني عصوفي جبريل مخلوق نحنا بنرجع رحمة من مخلوق احنا بنرجع نرجع الرحمة من الله تبارك وتعالى وربك الغفوره ذو الرحمة دا الله تبارك وتعالى بس تعرف انه نازل على باطل الله في السماء دي عقيدة ما فيه اي اثنين تلاته بل اجمع ما فيه خلاف ذاته شاكيدة اي صوفي غالطك قل لي انت بس جبلي مخالف شامات كوريك محي كتير مخالف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام قل لو اكتا قل لي ما تعرف قال السقاف وقال ما تعرف الحطاب والنجار وما تعرف مين ديال ما بيشتغلوا معنا ديال ما بيشتغلوا عرفته قلت جبلي مخالف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عاد الصحابة لانه ديال اجمعهم حجة بالاتفاق كما قال ابن تيمية قالوا اجمعهم هو الاجمع الذي من خالفه كفر بالاجمع دي اجمع منه اجمع الصحابة دي اجمع انت لو خالفت بتكفر ليه لانه الله رضاه الله رضى اجمعهم في القرآن عرفته ربنا قال ومن يشاقق الرسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ديال الصحابة رضوان الله عليه نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير وربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا رضى عنهم ورضى عن دينهم ورضى عن اجمعهم ورضى عن عملهم ديال وقل للصوفي جيب ليه صحابي واحد كان بيقول الله ما في السماء والله لو غاص في الكتب دي جدا خش جوا وتاني جمارك وتاني خش ومارك شفت والله ما يقدر يجيب صحابي واحد كان بيقول الله ما في السماء أمدا أمدا قل له تعالى التابعين أفضل القرون بعد الصحابة جيب تابع واحد كان بيقول الله ما في السماء تعالى يا تابعين تابعين جيب واحد كان بيقول الله ما في السماء تعال لمن مالك يا صوفي مزكتة انت مالكي جيب لا انه لم Burton كان بقول الله في كل مكان والله دى والله تحدد رجال ما دين جيب انه لم يمالك كان بيقول الله في كل مكان ابو حنيفة الشافع احمد عليهم رحمة الله جميعا جيب مين فيهم الكن بيقول الكلام ده تكلام الجاهمية يا صوفي تكلام الجاعد ابن درهم والناس اللي كانوا على شاكلتهم ده المبتدع مجارما وفيهم واحدين كفار عديل زنادغة ده كلام تقول لي الله في كل مكان ده كلام زنادغة ده ما كلام الأئمة الأعلام أبدا على أي حال الحديث فيه إثبات أن الله وين الله في السماء تبارك وتعالى فقال يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمور بتمنع إجابة الدعاء ما توفر الأسباب قال مطعمه حرام وملبسه حرام وفي رواية مشربه حرام وغذية وفي رواية غذية بالحرام قال فأنا يستجاب له يا أخوان ننتبه إذا كان ذول زيده بيعتقد أنه الله في السماء شوف العقيدة دي ده بيعتقد أنه الله وين في السماء وبيرفع يدينه وبيقول لي يا ربي يا ربي بعدنا كله لما وجدت موانع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يستجاب له يعني يستبهت لأنه أنا دي اسم استفهام يستبهت جدا يستجاب له ده الصوفي اللي لا دائرنا ننخلي الله ونا نادي منه ونا نادي الشيخ يا أخوان ده بيعتقده بيعتقده الكويسة دي لما نجدت موانع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يستجاب له وبيدعو الله أنت دائرنا ندعو غير الله دائرنا ندعو غير الله يا صوفي يقول لك القوم بناديهم وحيين ميتين بناديهم وأهل السلسلة بناديهم وما فيهم ما فيهم علة بناديهم كيف ما فيهم علة والله ديل هم العلة زاتة مش ما فيهم هم العلة زاتة يقول لك ما فيهم ما فيهم علة بناديهم شغالين ينادوهم سنوات طويلة جدا وما لاقين اي حاجة ما في شي اسي عمك دا بنادي القوم دا له كم سنة سنين طويلة وقاعد هنا جو المطر والطيم نحن قاعدت المحل دا راضين باو لانه جايين ندعو لي الله عز وجل اترايك شنو ولسه بتشحد ويا جماعة السماعات اتخربت وعربيت دايرة سرندل ويا الله ادفعوا شانه هاربة الوهابية والقروش دي تقربوا بها الى الله طيب انت الشيوخ ما قاعدين ادوك انت ما قلت بياملك الكون وقلت بيده الجنة وقلت بيقوله لا شي كن فيكون تشحد الناس له دا كله يا اخوانا من الضلال ودا كله ربنا داري بيين لك اصحاب الباطل شان تشوفهم بعينك عديل تشوفهم بعينك كويس فالرجل يقول يا ربي يا ربي لكن بيأكل حرام اما من كسبه او من كسب غيره وبيشرب حرام ولابس حرام كويس كويس ودا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يستجاب له ودا في فائدة عظيمة انو عكل الحرام من اكبر اسباب موانع الاجابة اجابة الدعاء اما الحرام لكسبه او الحرام لذاته حرام لذاته زي الخنزير بتاكل خنزير دا من اسباب موانع اجابة الدعاء بتاكل في آنية الذهب والفضة برضو بتاكل دم بتشرب دم بتشرب خمرة كله دا من اسباب موانع مانع لاجابة الدعاء بتلبس حرير التراجل في الدنيا بتلبس حرير دا دا حرام لذاته يا اخوان بتلبس حرير دا من اسباب موانع من اسباب منع اجابة الدعاء لان الحرير محرم على الرجال كويس بتلبس زهم برضو او حرام لكسبه بتمشتها تسرق لك بهايم ولا بتسرق أموال الناس ولا غيرها كل هذا يا أخوانا من أسباب منع إجابة الدعاء وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطب مطعمك تكون مجابة دعواء شوف خلي دايما أن تتحرى الحلال ما تسمع كلام الشعب السوداني إلا من رحم الله يقول لك مولانا هو الشغال بالحلال والحرام منه أنت تشتغل أنت ما عندك شغال بالناس ما تبقى كالذين قال تعالى فيهم وتأكلون التراث أكلا لما ما تبقى زيديل يعني الواحد ما يبالي دار يأكل بس حلال حرام بس دار يأكل ما تبقى زيديل لأنه دي مسؤولية يوم القيامة أطب مطعمك يتحرى الحلال حتى لو شغل فيه مشقة في النهاية مش بيجيب لك الحلال ألزمه أخير لك من شغل مريح وفي مكاتب ومكيفات باردة هو حرام الحرام دا مشكلة أخوانا فقال أن يستجاب له أي مثل هذا من كانت هذه صفاته كيف يستجاب له طيب الحديث فيه فوايب لكن ما ذكرناه يكفي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وصلي لهم وسلم على نبينا محمد وقدم له تحدث من بعدي ترجمة نانسي قنقر